بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذا الدرس جديد واللي يتعلقنا بمكون الصرف والتحويل اسم الزمان والمكان طبعا القسم السادس لابتدائه نشرع على بركة الله ألاحظ وأكتشف نعم أقرأ الجمع الآتية ونقوم ملئ هذا الجدول إذن عدنا هنا يوم فاز سعيد بمقعد في البرلمان طبعا هنا سنحدد هذا المكتوب باللون الأحمر ما نوع هذه الكلمة مقعد ما نوعها طبعا الكلمة إما يكون اسم أو فيل أو حرف مقعد فطبعا هذا اسم نعم اسم وطبعا مقعد فما دلالته هل يدل على الزمان أم على المكان فطبعا مقعد فهو يدل على المكان نعم فهو اسم مكان مقعد اسم مكان إذا عرضنا أن نصوغ منه نحد وزناه مقعد أو مقعد مفعال مفعال إذن إذا رجعنا لهنا عدنا الفعل قاعدة يقعد قاعدة إذا القاف هو وفاء الفعل والعين هو عين الفعل والدال هو لام الفعل فقاعدة يقعد فعلا يفعل إذن عين الفعل مضمومة عين الفعل مضمومة فنلاحظ الوزن ديالو أعطانا طبعا مفعال إذن مفعال هذا الفعل فهو تلاتي قاعدة قلنا تلاتي قاعدة تلاتي وطبعا عينه تلاتي مضموم العين مضموم العين لهذا كان وزنه على وزن مفعال مفعال نعم لاحظوا الجملة الثانية يستثمر الهاتف الدكي في أي مجلس أو موضع في أي مجلس أو موضع نعم إذن هات كلمة مجلس فهي اسم وذلك موضع فهي اسم وطبعا يدل على المكان أين في أي مجلس مجلس فهو اسم مكان إذن هنا نعن بيرو مجلس هنا قسنا نقيد مجلس الوزن دي المجلس نسجلوها مجلس نعم مجلس مجلس إذن ما كسبانش مزيان مجلس آه مجلس نعم وزنها مفعال 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 الفعل هو جالس يجلس جلس يجلس يجلي لس إذن عين الفعلي مكسور آه نعم عين الفعلي هي الليس يجليس مكسورة فهو طبعا هالفعل جلس تلاتي جيد تلاتي طبعا مكسور العين مكسور العين نعم مكسور العين هاي يجليس وكذلك الفعل موضع فهو مكان موضع موضع نعم إذن مفعيل وزنه مفعيل الفعل هنا وضع وضع إذن ما نوع هذا الفعل طبعا وضع يضع نعم زيد وضع يضع ما نوع الفعل وضع لاحظوا سأكتبه هنا وضع هذا الفعل وضع فهو موضع 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 لأن الحرف لول حرف إلا طبعا هذا صحح عنده فله بداية إذن نسميه فعل معتل مثال يضع وضع يكون عدنا الوزن موضع أو اسم موضع مفعيل الذي طبعا نفهم من هنا كل طبعا فعل معتل مثال تكون عدنا الوزن مفعيل بحال وضع موضع ولذا ها هو كذلك مثال مولد مولد وقف وقف موقف إذن كل فعل معتل مثال الوزن ديال اسم زمان أو اسم مكان على وزن مفعيل مفعيل نعم وضع موضع ولذا موضع طبعا نعم إذن يضع موضع مفعيل فهذا تلاتي طبعا ولكنه معتل مثال معتل مثال نعم هنا عدنا يشتغل إذير في مجمع الأدوات الإلكترونية إذن أين يشتغل إذن في مجمع فهو اسمه مكان مجمع 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 وزنه مفعال مفعال إذن الفعل نريد أن نستخدم الفعل نقول جامعة يجمع 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 إذن فهذا تلاتي طبعا تلاتي مفتوح العين مجمع يجمع مفتوح العين الوزن يالله على وزن مفعل إذن خاص قاعدة لك الفعل صحيح نعم إذا كان الفعل صحيح في المضارع عينه مضمومة بحل مثلا يقعود بحل يقعود هاي العين مضمومة فتيكون على وزن مفعل نعم على وزن مفعل فنقول يقعود مقعد مق عاد وثاني كذلك بحل مثلا الجامعة يجمع يجمع عين الفعل المفتوح تكون على وزن مفعل مجمع مجمع نعم إذا كان الفعل طبعا صحيح ولكن عينه مكسورة عين الفعل فيجليس مثلا يجليس هاي عين الفعلي مكسورة فتيكون على وزن مفعل فنقول مجلس مفعل مجلس نعم هبط يهبط 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 هو فعل صحيح يهبط مهبط لأن عين الفعلي مكسورة مهبط مهبط هبط مهبط جلس مجلس دبعنا نمر إلى الفعل معتل فعل معتل مثال معنى معنى مثال أنه في الأول عنده حرف إلا بحال مثلا وضع هذا فعل معتل مثال فإسم الزمن أو إسم مكان تكون على وزن مفعل وضع موضع نعم موضع عاية قلنا ولد مولد مفعل مفعل نعم نمر إلى طبعا الفعل دبعا المعتل تبعين معين زيان هنا فعل معتل ناقص بحال شبح الجرى جرى إذا فعل معتل ناقص الحرف العلا في الأخير متولات طبعا فالوزن ديالت يكون على وزن مفعل نعم على وزن مفعل كتبا لكم مفعل جرى مجرى جرى مجرى ثم سعى سعى مسعى رمى رمى مرمى مفعل إذا كان فعل معتل طبعا ناقص بحال مثلا لها يلهو ملها ملها إذا كان فعل معتل ناقص يكون عاوز مفعل مفعل الآن إذا كان الفعل غير تولاتي غير تولاتي بحال مثلا اختبر اختبر اختبار فهذا غير تولاتي 1-3-4-5-5-5 غير تولاتي إذا أردنا أن نصوغ منه إسم الزمان أو المكان هنا إسم مكان كنديروا نصوغ مثلا إسم مفعول مما مضموما في البداية وفتح معقاب الآخري مختبر انطلق هو غير ثلاثي انطلق من مضمومة منطلق جيد منطلق منطلق نعم منطلق نعم نعم نتميم إذن عندنا كقاعدة فعل صحيح ثلاثي طبعا إذا كانت عين الفعل مضمومة أو مفتوحة فالصيغة أو الوزن هي مفعل بحلج يقعود عين الفعل مضمومة يجمع عين الفعل مفتوحة إذن يقعود إذا أردنا أن الصغر منه اسم الزمان أو مكان فنقول مفعل أي مقعد مفعل مقعد مقعد عاد ويجمع مفتوحة العين إذن نديره على وزن مفعل مجمع مج ماع إذا كان الفعل صحيح ثلاثي عين الفعل مكسورة بحالج فالصيغة تكون على وزن مفعل بحالج بحالج جالسة يجليس مفعل أي مج ليس ماج ليس مج ليس نمر إلى الآن إذا كان فعل ثلاثي معتل معتل مثال أو معتل ناقص معتل مثال على وزن مفعل بحالج وضع إذا قلنا مفعل ستكون موضع موضع أعتدر على الكتابة لأنه ما عنديش المساحة حيز كذلك فعل ثلاثي معتل ناقص بحالج بحالج راما إذا كيكون على وزن مفعل راما مر مر نعم إذا كان الفعل غير ثلاثي غير ثلاثي نعم فكيكون الصيغة اسم فعول نحن ديرون صيغة اسم المفعول اللي هي الميم مضمومة وفتحي ما قبل آخره بحال يقولنا اختبر مثلا اختبر هذا غير ثلاثي فاسم فعول دياله ميم مضمومة مختبر مختبر ماذا الواحد الناشاط نحاول نجاوب عليه نستفيد منه لماذا لا هنا تقول لنا أعين اسم الزمن اسم مكان وحده فعله مكتب مكتب إذا هذا اسم مكان الفعل دياله كاتب مجرى هذا طبعا اسم الفعل دياله وجرى مربط ربط ثم منتصف فهذا زمان انتصف الآن قالوا لنا كنت من الصورة تكون قال لك أصوغ اسم الزمن أو اسم مكان من فعلته لها لها هدف فعل معتناقص يعني كنت مفعل ملها ملها وعدا هدف فعل معتناقص موعد مفعل لعب يلعب ملعب هذا ما يهدم مهدم حارة يحروت محراث نعم أتمنى أن تكون قيد صعب موسيقى